طلق الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً من نادي ليفربول الإنجليزي طلب خلاله إعفاء قائد المنتخب محمد صلاح من التواجد في معسكر مارس اللي هيتطم إن شاء الله المشاركة في دولة الإمارات الودية من 18 ل 26 مارس ليفربول في خطابه طلب استمرار محمد صلاح للتأهيل في إنجلترا خوفاً من تجدد إصابته واتحاد الكرة قبلك الكابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر بخطاب ليفربول لكن القرار النهائي هيكون إيه؟ ده اللي أكيد هيظهر خلال ساعة يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر من شوية اتحاد الكرة أعلن إن ليفربول خطبه إنه يعفي محمد صلاح من معسكر منتخب مصر اللي جاي في شهر مارس والتحاد الكرة قال إن إحنا كنا أرسلنا اسم محمد صلاح من ضمن اللاعبين المحترفين اللي المفروض يبقوا موجودين في المعسكر اللي جاي ضمن سبعة محترفين أقول لحضراتكم عليهم بعد شوية سبعة محترفين اللي كنا انفرضنا بيهم منذ أيام طيب جهاز الفني المنتخب مصر قال إن ضم أي لاعب محترف من حق الجهاز الفني ما دام في وقت الأجندة الدولية وما سألت ضمه من عدمها بيد الجهاز الفني للمنتخب بكادة كابتن حسام حسن وما شايفين إن الوقت لسه بدري لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت مع قبل انطلاق المعسكر بالتأكيد الجهاز الفني هيتمسك بالدمام وهيكون الكشف عليه وتحديد مدى جهازيته من قبل الجهاز الفني ليه منتخب مصر هل الكلام ده فيه أي مشكلة أقول لك أنا لا هتقول لي لا أقول لك لا من كل الناس أنا مش شايف أي عزمة خد بالك من أول ما طلعت الكلام أو طلعت الكلام ده من هنا ومن هناك بدأنا ننقسم إلى قسمين قسم شايف أهي الحق محمد صلاح مش عايز يجي المنتخب الحق كابتن حسام حسن عنده مشكلة مع محمد صلاح الحق ليفربول بيعاند مع منتخب مصر وبسبب كسرهم رفكة وإصابة صلاح الحق كلوب بيعاند مع منتخب اتحاد الكرة بيعاند مع كلوب عشان طلع قلت الصلاحات هي مش خناقة خالص هقول لك ببساطة ببساطة شديدا ده بيحصل من أندية الأوروبية كل شوية على كل المحترفين وكل اللاعبين يعملوا ايه اتحاد الكرة المحلي بيبعت للنادي الأوروبي يقول له احنا عايزين اللاعب دوت عشان ينضمن للمعسكر المنتخب على فكرة بقى سواء كان لعب أوروبي لعب أفريقي لعب عربي لعب مصري مش دي الحكاية الحكاية ايه لو انا عندي لعب مصاب لسه مش جاهز مية في المية فمبدائيا كده بقول ايه اجماعة لو تقدروا تعفوه من المعسكر اللي جاي اعفوه لو سمحتم عشان هو لسه بيتأهل عندي هنا مش بكلمك عليك الكيز بتعت محمد صلاح ده بشكل عام فيرد الاتحاد المحلي يقول والله محتاجين مثلا التاريخ الطبية اللي بتقول انه هو مصاب ليفربول عنده تلاتة واربع مباراة قبل المعسكر وارد ان صلاح يلعب في وراء منهم ممكن تبقى بتاعة مانشستر سيتي كمان وبيحاول ليفربول يجاهزوا للمباراة دي واضح جدا ان اسابة بتاعة محمد صلاح اللي كانت في الخلفية اللي في كاس اولام الأفريقية لسه مأسرة حتى لو لعب صلاح ماتش في النص بس لا الاسابة فيها في مشكلة كبيرة عند صلاح في مشكلة الماء عند صلاح الغياب طول قوي احنا كمتابعين نتعامل مع الامر ده ازاي وارجو اتحاد الكرة وارجو الجهاز الفني المنتخم مصر انه يتعامل بنفس الصياق مبدئيا اللي قاله اتحاد الكرة النهاردة واللي قاله الجهاز الفني المنتخم مصر عن طريق كابتن ابراهيم حسن انا مش شايف انه في حاجة غلط الموضوع بسيط محمد صلاح الا حاجة واحدة بس اقولها لكم بعد شوية محمد صلاح مصاب خلاص يبقى مش يبقى موجود مع منتخم مصر محمد صلاح لعب يبقى سليم وبالتالي بقى موجود مع منتخم مصر سهلة سهلة طيب اللي واخده بس على الكابتن ابراهيم حسن انه يا جماعة بلاش نتسرع في الكلام وفي التصريحات عشان خطورة الموقف ما يعملش ازمة من لا شيء يعني الموضوع ما فيوش ازمة زي ما بقولك من البداية اللي قاله الكابتن ابراهيم انه كده كده المفروض صلاح يبقى موجود مع المنتخب عشان الجهاز الطب للمنتخب هو اللي يقول مصاب ولا مش مصاب فيها معناه يعني ده جزء من تصريحاته يعني مش واحدة واحدة لو صلاح ما لعبش اي مباراة مع ليفربول الفترة اللي جاية وليفربول ارسل التقارير الطبية اللازمة عشان محمد صلاح يفضل في انجلترا عشان يعمل التأهيل فقالت صانو مش محتاجة ازمة انا امتى اقولك ان فيه ازمة اقولك ان فيه ازمة لما صلاح يلعب ويتقلق مش هيجي معسكر المنتخب في دبي كده ازمة كده مشكلة كده نزعل ونزعل من مين نزعل من ندي مش من محمد صلاح تركز معايا بلاش نمسك في رقبة محمد صلاح كل شوية انت غلطان انت مجرم انت عملت انت عملت انت عملت مين قالك ان محمد صلاح ده بيحكم ليفربول ده ندي كبير ده واحد من اقبل اندال في اوروبا يعني مش محمد صلاح ساحي من النوم اللهم بقولكوا ايه لو سبحتوا بعدوا لاتحاد الكرة المصري قلولوا ان انا مش عايز اجي للمعسكر اللي جاي عشان انا لسه بتجهز لا انسى ليفربول مش هيعمل كده ليفربول مش هيعمل كده مش محمد صلاح يقول له يمين يمين شمال شمال لو صلاح جاهز ولعم مع ليفربول المباراة اللي جاية فطبيعة منطق الناس موجود مع منتخب مصر طب ليفربول هيقول ايه اصلا خد بالك دي عقوبات ومشاكل وحيات كبيرة اوي عقوبات على ليفربول من الاتحاد الدولي دي اجندة دولية هو مجبر ليفربول ان يسيب محمد صلاح يجي لمنتخب مصر طيب الحاجة الوحيدة اللي ادخلي محمد صلاح مايروحش لمنتخب مصر انه هو اللي يكون مش عايز وانا بقولك اهو مش هقولك على مسؤوليتي ولا معلوماتي السرية الخطيرة ولا عبقرية الشديدة محمد صلاح مستحيل مستحيل يتخلف عن معسكر لمنتخب مصر الراجل في هذا العمر وهذه الخبرات وهذا التاريخ ما عملش كده قبل كده هو صغير هو لعب صغير محترف في اوروبا صغير يعني ايه دايما اللعاب اللي بتبقى رايحة اوروبا جديد صغيرين يعني في السن لو نديهم ميل عليهم وقال لهم بلاش بقى تروحوا مع المنتخب ركزوا مع الفرق ودي حصل كتير مع لعبين مصريين بالمناسبة بس الناس بتنسى فيقول ماشي عشان خايف للاحتراف بتاعوا يبوز ده ما حصلش وهو بيلعب في بازل وهو بيلعب في تشيلسي وهو بيلعب في روما وهو بيلعب في فورنتينا وبيلعب في ليفربول ما حصلش ابدا هيحصل دلوقتي وهو شخص قوي فمحمد صلاح انسى انه هتخلف عن المنتخب مصر هتقول ليه ما هو ممكن يا كريم يكون متضايق من الكابتن حسام حسن عشان تصريحاته السابقة والكلام ده كله كيمة محمد صلاح تخليه حتى لو ده وانا بقولك انه مش موجود بس حتى لو عنده خلاف مع مدير فني المنتخب مصر هو جاي المنتخب مصر مش جاي المدير الفني فانسى تماما اشتبها من تفكيرك ان صلاح يكون بيفكر او يتعمد انه ما يبقاش موجود في المعسكر اللي جاي طيب يبقى استبعدنا صلاح صح كده اذا فليفربول ما يقدرش بحكم اللوائح الدولية انه يبنى محمد صلاح انه يروح معسكر منتخب مصر اذا لو محمد صلاح لعب مع ببراه لعب مباراة مع ليفربول الفترة اللي جاي قبل المعسكر فلابد ان يكون موجود في معسكر منتخب مصر ثالث حاجة وده الاهم اهدو اعبا اكلم مين بقى مسؤول الكورة اتحاد الكورة جهاز الفني المنتخب اهدو يعني ايه برد الدنيا ما تكبرهاش ما تكبرش البلونة عالفاضي موضوع ابسط من البساطة نتعامل معه بهدوء هو نادي ليفربول عايز اللي هو ايه يمكن لما قلهم بلاش صلاح يقوله تمام كده كده معسكر ودي مسأ طبعا مش من حقه واحنا مش مفهود نسيب محمد صلاح حتى لو معسكر ودي ده اول معسكر الكابتن حسام حسن ولو صلاح جايز ده صلاح موجود كابتن منتقب بس هو بيقولك ارميها يمكن تجيب صح انا رأي رأي يعني انه اتحاد الكرة ما كانش لازم تطلع على التصريحات او بيان او توضيحات او اي شيء يعني مرد على ليفربورد ببساطة قلهم طلبكم مرفوض ولو هو لسه مصاب لحد المعسكر والله يوررونا تقارير طبية توضح ده وساعتا احنا نتتخذ القرار والله التقارير الطبية دي ما عجبتش الجهاز الطب المنتخب مصر فيستدعو محمد صلاح عشان يكشفوا عليه هنا لكن احنا ما نبدرش بالايه بالعصبية اللي هو لو ما كانش محمد صلاح وانه لو لعب لازم يبقى موجود وانه لعب ما نقبرش الموضوع هو لسه صغير ممكن يبضل صغير يعني انت لو ربعات الليفربول قلت له لا معلش احنا عايزين ان محمد صلاح في معسكر منتخب مصر لا يجرؤ شوف الليفربول واحد من اعظم عندية العالم لا يجرؤ بحكم اللوائح انه يبنع اللاعب بتاعك عن منتخب مصر ده لو استبعدنا لك وتلسه الهولك ان صلاح هو اللي يكون طالب ده ولازم ساعتها مجبر الليفربول انه يطلع يقول انه مش طالب انا ده طالب صلاح ساعتها خلاص بقى صلاح ايه الموضوع بازم وانا بقولك مستحيل مستحيل ان يكون صلاح حتى فكر انه يتخلف عن معسكر منتخب مصر اللي جاي برضو تاني بقرر عليك مش بحكم معلومات ولا مش عارف ايه بحكم التاريخ امت الراجل تخلف عن منتخب معسكر لمنتخب مصر او يعني تمارض او عمل نفسه مصاب او 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 فمش منتخب ايه مكيه دلوقتي